خدعوك فقالوا الجنس ممنوع منعا باتا حصريا اطلاقا أثناء الحمل عشان نحافظ على الجنين الكلام ده بيتكرر وبيتقال والحقيقة فيه يعني تضاربات كتيرة جدا ما بين الناس هل دي بديهية ولا مش بديهية هي منتشرة جدا ما بين الناس هل ناقش أستاذ الدكتور عمر عبد العزيز أستاذ النساء والولادة طب أسر العيني في هذه البديهية أو الأسطورة أو الوهم بداياتنا دكتور عمر هي واهم وأسطورة ولا حقيقة لا هي واهم كبير طبعا يعني حكاية أن ممارسة الحياة الزوجية أثناء الحمل ممنوع منعا باتا لأنها هتأثر على الجنين ده خدعوك فقاله طبعا طب كويس أولا هي لا تؤثر على الجنين إطلاقا بأي حال من الأحوال في أي مرحلة من حمل أنا متكلم على الجنين نفسه كشخص مش هتأثر على نهائي الجنين ده إحنا بنعتبره طبعا برضو هقول إيه الحتة اللي شبه علمية اللي بيستندوا عليها بيقولوا إن الأورجازم أو الإصارة هو عبارة عن انقباضات لعضلات الرحم وعضلات الحود طيب العضلة الرحم ده اللي قاعد يعمل كده ده مش هيفرتك الجنين هو زي ما هيك قلت بالظبط إنه بيحصل اللي بيخافوا منه أو اللي بانوا عليها هذه المقولة إنه ممكن يحصل انقباضات في الرحم تمام الانقباضات في الرحم دي مش ممكن تأثر على الجنين لسبب واحد ربنا سبحانه وتعالى في آخر فترة من الحمل الستات دايما تشتكي بتقول بين جيلنا مغص في الشهر السابع والتامن والتاسع المغص ده اسمه طلق ولادة كاذب طلق الولدة الكاذب ليه فايدتين الفايدة الأساسية بتاعته إنه بيفيد الجنين فانقباضات الرحم أثناء الحمل طبعا بنسبة محسوبة بتخلي المشيمة اللي هي عاملة زي السفينجة كده تتعصر فتبعت كميات دم كبيرة للطفل أو للجنين فيقدر ينمو بسرعة لو حسبنا النمو بتاع الجنين لغاية الشهر السابع هنلاقي إنه في الشهر السابع والتامن بيزيد ضعف اللي زاده طول فترة الحمل فعايز ده محتاج تغزية أكتر فعايز تندم أكتر فإذا انقباضات الرحم مفيدة للجنين ولكن بحدود فيسيولوجية فاللي بنوا عليه المقولة الخطيئة دي إنه فعلا بيحصل انقباضات في الرحم إنما هي ممارسة الحياة الزوجية لا تؤثر على الجنين تأثير مباشر إطلاقا لأن الجنين موجود في كيس مكون من ثلاثة أغشية ومحاط بمية يعني أنا بقول لأي سيدة الجنين ده كأنه مش في جسمك تقولي لما أركب عربية بتتهز لما أطنطط لما مش عارف إيه لما إيه الجنين مش ممكن يجراله حاجة في حالة واحدة بس الجنين ده بقى معنا لو المية نزلت لو الغشاء المحيط بالجنين ده ده بقى حتة من نينة بقى خلاص ده ممكن يحصل له أي حاجة طالما الأغشية المحيطة بالجنين موجودة وسليمة الجنين ده مش هيوصل له أي حاجة منهم أي حاجة أقصد مؤثر خارجي طب إمتى الدكتور عمر عبد العزيز يقول لأ هنا ستوب خط أحمر مفيش علاقة حميمة لأن ده في خطر على الجنين هي الأحوال اللي بنمنع فيها العلاقة الزوجية أستعيل حمل وده بيبقى الفترات محددة لغاية لما الأمور تستقر هي معروفة أول حاجة فيها اللي هي الإجهاد المنذر اللي هي نزول قطرات من الدم في أول ثلاث شهور بنمنع فيها ده زي ما حالك قلت بالزبط علشان ما نعملش تهيج العضلة الرحم ونساعد على أن الجنين ده يلفظ في أول ثلاث شهور بعدما الأمور بتستقر بترجع الحالة لطبعتها تماما الحالة الثانية الشهيرة المشيمة لما تكون موجودة في الجزء السفلي من الرحم هي المشيمة المفروض بتبقى فيه المفروض تبقى في الجزء العلوي من الرحم وجزء العلوي مختلف تماما عن الجزء السفلي الجزء العلوي في الرحم أبارة عن عضلة قوية وسميكة جدا مكان المشيمة فيها لو المشيمة في بعض أحيان يعني بتوصل لحوالي مثلا 6-7% من الحوامل بتبقى موجودة على الجزء السفلي من الرحم اللي هو عضلة رقيقة ورفيعة قوي ففي الأحمال المجهزة مش مجهزة للمشيمة تبقى موجودة في المنطقة دي فلما بتبقى المشيمة في المنطقة دي بيحصل حاجة اسمها نزف ما قبل الولادة بيحصل نزف أثناء الحمل دي لها درجات طبعا في درجة منهم بتبقى شديدة جدا اللي هي بتبقى المشيمة مغطية تماما فتحة عنق الرحم دي بنبنع فيها العلاقة الزوجية طبعا ودي بنفس السبب اللي حقيقة قلته علشان ما حصلش انقباضات في الرحم المشيمة مش إلاستيك مش مارنة فلو حصل انقباضات في الجزء السفلي المشيمة بتبتدي تنفصل فلو انفصلت ده بيؤدي إلى نزيف وممكن يضر الجنين بطريق غير مباشر يعني بالبالي بتتمزع بتتمزع بالضبط العلاقة ما بين المشيمة والرحم ما بتبقاش سبتة العلاقة الزوجية بنبنع العلاقة الزوجية في الحالات اللي مهددة فيها الأم بولادة مبكرة في بعض أحيان عضلة الرحم بتكون متهيجة جدا بتنقبض بدون سبب واضح فمن ضفلهاش بقى أسباب أخرى للانقباض لأن السائل المنوي من المعروف أنه بيحتوي على مادة كيموية اسمها بروستا جلندن البروستا جلندن دي لو امتص في الدم ورحل عضلة الرحم بيحفزها على الانقباض بشدة فده ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة هي دي التلات حاجات اللي بنمنع تببين فيهم يعني إجهاد منصر أو ولادة مبكرة أو وضع المشيمة اللي هو أسفل يعني دي التلات حالات ودقيقة ومحددة وبفترة محددة وبفترة محددة كمان يعني مش طول فترة الحمل في نقطة مهمة جدا يعني قلت لها فعلا من أهم الأشياء اللي هترح على دكتور عمر عبد العزيز أستاذ النساء والولادة بطب قصر العيني مفهوم نقص وعي الثقافة الجنسية مخلي الزوج المصري أو الزوج العربي عمتا يتخيل أن التغيرات النفسية اللي بتحصل للزوجة ده رفض لأه عندما يطلبها العلاقة الجنسية ويلاقي فيه رفض فيترجم ده على طول ترجمة فورية أن ده رفض لي أنا شخصي دكتور عمر بيقول لهم إيه؟ الدولة اللي هيا قلتها دي بنعاني منها كثيرا في أثناء متابعة الحمل ودي منتشرة في البيوت المصرية بشدة الزوج ما بيبقاش وخصوصا لو اتنين لسه متجاوزين جداد وحملت في أول شهر متجاوز فهما لسه عرسان جداد وفرحانين فيبتدي يحصل الحمل ويبتدي يحصل تغيرات في السيدة الزوج جايز ما يتفهمهاش قوي يعني إحنا بنقول أن دايما أثناء الحمل الجسم بيتغير تغير كامل وسريع جدا بيتغير هرمونات طبعا بتتقلب تماما في السيدة احنا بنتكلم عن شكل البيولوجي البيولوجي اه العام الهرمونات بتتغير خالص تماما وبتطلع كميات هرمونات مهولة يعني أقدر أقولك مثلا أن في يوم واحد أثناء الحمل بيطلع هرمون معين اسمه البروجستيرون يساوي ما تنتجه السيدة في 30 سنة يعني كمية الهرمون اللي بتطلع في 24 ساعة يساوي ما ينتجه المبيض أثناء التبويض في 30 سنة 30 سنة بالزبط في يوم واحد فإذا التغيرات المهولة دي أكيد بتنعكس على الرغبة الجنسية وعلى الرغبة في الحياة وعلى كل حاجة الحاجة التانية المهمة الحالة النفسية ودي حاجة لا تغفل إطلاقا طب ارتفاع الهرمون ده قبل ما نتنقل يا دكتور مش هيعمل رغبة جنسية أكبر مهودة اللي احنا نقوله بقى في بعض أحيان لأن فيه هرمونات أخرى طبعا الوزنة اللي بين الهرمونات دي بتغير الرغبة بتاعت السيدة بكذا طريقة يا إما تخليها الرغبة أكتر من الطبيعي يا إما تبقى أقل بالطبيعي بكتير لدرجة أنها تصل لرفض تام يا إما تبقى طبيعية فالزوج لازم يتفهم الكلام ده كويس جدا إنها يوم ما حترفض العلاقة دي هي مش بتكرهه أو بتكره العلاقة هي فيه تغيرات جوه جسمها مخليها رفضة هذا الموضوع مجبرة على كده وحترجع لو ابتدى يبقى فيه مشاكل بقى في اللحظة دي المشاكل دي بتتحول بنخش في سايدوي بقى ودايرة مفرغة بتتحول إلى مشاكل بينهم ممكن تستمر لسنين وممكن تستمر لآخر العمر والسبب الوحيد أنه ما تفهمش ده وهي ما تفهمتش ده عشان كده من الحاجات اللي أنا بحرص عليها جدا لما أجي أكلم اتنين متجاوزين وجايين يتبعوا وخصوصا لسه متجاوزين بوضح النقطة دي جدا إنه الرغبة في العلاقة الزوجية الزوج لازم يحترمها جدا واللي بتقود هذا الموضوع أثناء الحمل هي الزوج هل الرغبة زادت هل الرغبة قلت هل الرغبة زي ما هي هو مش المفروض ياخد الموضوع ده بيرسون اللي ما يخدوش على نفسه أو إن هي خلاص هتفشل في العلاقة الزوجية بعد كده لو ركز على هذا الموضوع هتبقى فيه مشكلة حقيقية بعد كده غالما ما بنعرفش الحلقة يعني لو أكبرها على ممارسة العلاقة الجنسية أثناء هذا الرفض يعني بتبقى زي ما تكون واحدة مختصبة مثلا عندها رد الفعل العنيف دوت إنها ممكن تكره الزوج ممكن تكره الزوج وتكره العلاقة وتكره العلاقة نفسها وتستمر معها هتنشأ عقدة من العلاقة الزوجية فمع إنه لو كان استنى كام يوم هتلاقي فيه فيز تاني جهة أو دورة تانية جت هي بقت طبيعية فيها أصلا هو في مرحلة دكتور عمر مرحلة اختبار دائم هي لسه بتحبيني هي لسه بتحبيني ويمكن برضو فيه بعض الناس على قد ما بتفرح بالحمل على قد ما تقول آه ده الطفل ده هياخد جزء كبير جدا من اهتمامها فلا عمل تيست هي لسه بتحبيني ولا لا فالمسألة يعني مركبة أوي ده الجانب النفسي ده الجانب النفسي يعني هي مش جانب بيولوجي بس لا الجانب البيولوجي ده حاجة والجانب النفسي لا يقل أهمية عنه هي ابتدت تبقى مهتمة بالحملة أكتر